شركات كان خطأ، وقلنا عندك مرات الفيفا ما يهماش لونكراجي ديك باش تقول لي ما احتررف الناس عم بلاهم ديل شركة لا 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 في فا لا 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 ما ش راه لا كيش راه، حنا في وقت بحما مداراوا دلنا خطأ كبير فرضوا ليس لصيصية تاعلنا الناس وそれで حما بالناس محما بالناس ما بلا بلهم مش شنو ذي اس بيا بسكو الناس خافة عطالهم لابس ديطان ام تيدالي با بردان امتي ديري باش يديروا الشركة دس ديروهم خايفين باسك ما داشتوا تولي تولي في زندي فيزيون عطروا زندي فيزيون تولي ماشي محترف لا فيفا واش تقول لك حتى نعتبرك محترف لازم توفيك خمسة شروط هي السلامة المالية والسلامة الإدارية والسلامة القانونية والمشروع الرياضي والملعب خمسة بيدالين بيدالين ما كاش شريكة هادي مكاش رفيفة متهمة عندها بيتين وحداش أسوسيا صفراء مفراء هذه البروبلمتاحها مدرهاش المسيرتين دي وفاقستين والله المسيرتين على الوادي الجزائر الرياضي الان هاد عن شنيرال مدرهاش المسيرتين على الرياضة في الجزائر هما ليحتموا ليكلاب يروح يديروا شركات كيحتمهم يديروا شركات بهذه الطريقة ديرهم شركة رياضية ذات أسهم شركة رياضية ذات أسهم خطة في الحياة معناها فسكال هو ليهلك الاندية ولكن كاين شي ينعيبوا عن نوادي يعني دخلوا في التنافس اللي هو ليريبهم ليه هو انه ليتكلم ما يقول الكلام ما نقدش لازم نطلع نطلع نمدره مئتين 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 فرص وحت اخلي مدره مئتين وخمسين انا نعطي له كتر سعب مئتين يجمونا نعطي له مئتين وخمسين ما ليش ضد اللاعب ما ليش ضد اللاعب ولكن اقتصاديين سيفو انه اللاعب هادا يا فيلي سيجمونات على الاحتراف ما كاش ما كاش روترسي الانفستيس وهذه واحدة ثانيا انت انت قتلين جين مدمن جيبي ويه حتى المنت مدمن جيبك بس انت على بالك بلي هاد النديم يدخلش لو كان نخلوا اس بيه معليش قالنا في سي وكان يدخل وانا ندخل في طرح ماشي مشكي بس كنش في انا اكشوناير بس كنو ما كي ديرو اس اس بيه وكان المره وكان المره بارا مينما خنشتاك انا هو اللي انسيساله لدوزيام اس هاداك في اعتقاده انه يجنبهم الجانب الجبائي لا لا ديرو وحاب يقول بسوسيتي سبورتيف وكأنه المره خمم باش باش النوادي ماتش في دوزين بيهج نوانا سمح لي باش ماتش قالي احنا ماتش عني الاعباء هادوك لي خلصوهم لي اس بيه كما اي شركة واحد اخرى بس اكتوح في القانون تيجاني واش يقول لك يقول لك في المادة الاولى في الكنسو سنتراز بدكري كنسو سنتراز اللي يهدر على النوادي على الشركات الرياضية كقالنم اين ديروكم اس اس بيه مشكي مشكي المادة الاولى في الكنسو سنتراز ينطبقوا على الاس اس بيه ما ينطبقوا على الاس بيه خلاص اه فضل صوت حبز التماء صدوه ولا الاعباء جبائي عليهم والناودي دخلوه دونزين كونكيولوس لي انتاج تري جول مئتين مليون انا نعط ايه ثلتمئة وانا وياك ما عندناش انت اسمح لي انت عدو ما بتقول لي لو كان عندك بي جي اسمح لي تاع 20 مليون او 30 مليون وانت تصرف 15 مليون وتخبيه خمسة ولا عشرة والحل من بعد وشنه هو الحل صحي ما دام اسمح لي شوف مفهمك ما دام اليوم ما نعودوش نحو الشركات اللي اس اس بيه ما تقول ليش لا ابن الفارق لا يحب النادي او لا ما كشملها باش جيب واحد مستثمر لازم يدخل فيه درهمه اما يجي مستثمر يخسر في الكلوب بتاعك وتعطيله ديمار شيء واحد اخرين اما تخلي الفوتبول هذا يا مصدر مصدر للثروة هذا هذه الواقع اول ناس نتحد اه هذه الاس بيه ونقول له نضرت على فيفا لسان كريتان نعطيك رليصونس لو كان الاس اس بيه هادية او شادي اس اس بيه هي دليل على انك محترف لما اجبرت الفيفا والكاف الناوادي الجزائرية التي تشارك في الكوش الإيفريقية تجيب لليصص تعليق البروفيسيونال ماشي هو الليصص يتبدأ للافات لسان كريتات على فيفا سوف دي الاساس بيها دي ما دا حتى معنا رايزيد لك أعباء مالية فقط وبالتالي لازم اليوم اليوم نقصوا لماس ما ليش معلن طلافات على لماس نقصوا لماس لأنه ما تقدرش تتصرف أكثر من يعني أكثر من الدخل وعلى بالك بلي الفوتبول ما يدخش أموال هذي واحدة اتنين انا نقول لك في درواتي في ما بالك ما كاش باسوالي يصطلت عنا ماشي ملاعب ما تقدرش ما مجي نتبع حلل من تجي ما يتبعش ما تقدرش مصطلت فاوت ولا مصطلت جستيبانايا محترم الملاعب القديمة هذي ملاعب تاريخي ماش دي سطلت مودان سيفيني دي سهل البرودي ما يتبع لكش يبقى لك زوج حاجات لبيتري اوني ضو الوبليغاسيون لكلوب كبار نبداو بشوية نعطوهم ملاعب كبيرة يسيرهم كيمالا في داسو سيدي موسا لبيتري نطلعوها نديرو المشتركين او تتجو في دي سبونسور هم وما يدعمو لك البيت باش البيت في عدد سخاب تلاتية سخاب لك بيه خمسين الف ودخل اموال على العام ثلاثة لازم لك انت المساهم المساهم لازم يحط اموال وليكن في الجماعية العامة لازم يحط اموال والملاصل لازم يشترك وتضمن انت عائدات على الاستثمار الربعة لازم نشجعوا لازم الدولة تتعاون في عدد الاموال لشركة ونبدها دي سالير لازم دير انكاي تشارج خطة عمل ونديرو انفون ونمدوا للنوادي ونتبعوه في كاي تشارج وقال دير انسنتر تكتيره ولازم تبنيه دونزال لبس دوتونت في وقت قاسير جدا دير السنتر محترم ليش كما الزامن لك والاهلي على الاقل سنتر محترم ولفيدراصيون تبعك عباك كان برغم لا عطتك اموال لوزارة تبعك باش تضمن انت بدي دير انسنتر وليجون تاعك يتكونوا ودجيبهم احسن المدربين لامير بريزان شارج باش على الاقل لترواز ينساقمو هذا دون دي سالي جوال تقدر تبيعو يا شيخ يا اخي تكلمنا اونوف مع مع رؤاسة ناودي ماشي كلهم بس كي تكون ماشي مالك انتا الاموال المو مش ديولك تصرف تصرف كي ما حبيت هناك رؤاسة اندية وتكلم الناس تكلمتها اونوف شيخ وخطراك وتحاضر معنا ليه تكلمنا اونوف وكانت صادمة يقول لك رؤاسة اندية يهربوا دي جوال هو رئيس نادي يهربوا من الكلب بتاعه هو رئيس تاعه ما يحسبوش على الكلاب يدي حراجة شوال باقي يدي نورمال باقي يدي نورمال كلاب هاداك قال اسمع اعطوني صومي الورو ومبيح لكم صاحة كل باطل هالشي عايز سرا وكان يفيه ايه انا جوسوي بور سباح ليه ونقل سأختم بهذا هترت بزاف جوسين انا ضد ضد تافكرة اني انا وليد النادي انا كن في النادي لا انا مان اضدها انا مع الذي يكون عنده اموال ومشاريع يكون عنده روتوصي الانفاسيس المو لي عنده اموال إنسراتيجي وقادر يفرض يعني النظام للنادي هراني معاه. بس كنا ابن النادي اللي حبوه. بس حينجي نستفاد منه. هذا ما كان عندنا اندية كبيرة ولكن بفرح صغيرة.